السلام عليكم السلام عليكم مرحب بكم درس جديد في سلسلة grammar مفيد Useful grammar والدرس رقم 44 درس النهاردة عن باقي passive هو الدرس اللي جاي وغالبا دي لحد ما شوية احترافي passive اللي انا اخده النهاردة فكر جديد بستخدم في الجرائد اكتر في نشرات الاخبار فمحتاج تركز في شوية نبدأ مع بعض نبدأ Quran ل?... لا تاتف عن باقي كان ... ماذا تفوق أنها켜ة او كيف تفوق أنها power يقال برضو انه مية وتمانية سنة الفكرة كلها في الآليبين دول انهما بتبدلوا مكان بعض بنفس المعنى ولكن الشكل المتغير تمام Both these sentences mean people say that he is 180 years old يعني معناهم الاثنين ان الناس بتقول انه عنده مية وتمانية سنة لو خدت بالك من الشكل اللي هتعمل it's الموقف او الكلمة او المعلومة said that you call انه الجملة يقال انه هو لما تجي تغير he تخدها في الاول وتحط كل حاجة مية وتشيل it طبعا من هنا it's said to be لازم تحفظ الشكل ده عشان تقدر تغيره بيجي الفرمة دي مع بعض الافعال زي يعني you can use this structure with a number of other verbs especially مع بعض الافعال زي fault, believed, considered, reported, known, expected, alleged, understood تعالا نشوف كم جملة كده compare these two structures هناخد جمل it's said that ونحولها he او she او it's said to be cathy works very hard دي الجملة الحقيقية it's said that she works 16 hours a day يقال انه هي بتشتغل 60 ساة في اليوم طبعا عايز اغير الكلام هشيل it وحط she وحط to be يعني she said to work 16 hours a day الله ومالفين بيه ما هي بيه جامعة كانها verb تاني لان فوق كان المقصود verb to be حط ايه verb انت عايزه طيب المثال التاني the police are looking for missing point الشرطة بتدور على عيل تايه طيب لما هاج عملها it's believed that the boy is wearing a white pullover and blue jeans يعطقد او يعطقد ان الولد دي لابس pullover ابيض وي jeans ازرق نفس القملة هنا the boys believe to be wearing the boys believe to be wearing the boys believe to be wearing wear pullover and white blue jeans نفس المعنى بس بفورم مختلف the strike started three weeks ago المظاهرة او الاضراب او الاعتصام بدأ من ثلاث اسابيع فانت بتقول it's expected that it will end soon يعتقد او يتوقع انه ينتهي قريب أو the strike is expected to end soon بحطيت الفعل نفسه حطيت الجملة زي ما هي is expected to end and the verb اللي عندي طبيعي a friend of mine has been arrested دي واحد صاحبي اطابد عليه والقملة بتقول it's alleged that he kicked the policeman يعني يعتقد انه هو او يدعى انه هو ضرب زابط شرطة او he's alleged to have kicked the policeman او هو بشكل تاني هو برضو يعتقد انه ضرب police شرطة قملة بتقول these two houses belong to the same family البتندول بتروع على واحدة ففي جملة بتقول it's said that there is a secret tunnel between them يقال انه في نفق سري ما بينهم أو there is said to be a secret tunnel between them هنا باخد بالك اللي تفعل اللي تحط there لانه هي اللي هنا it said that there is there is said to be او ممكن تقدر تقول the two houses are said to be يعني تاخد دي وتاخد دي these structures are often used in news reports زي ما لسه كنا بنتكلم انه بستخدمه غالبا في نشرات الاخبار for example in a report about an accident في تقرير عن حدثة بيت قال it supported that two people were injured in the explosion يعني تم ادلق بالاخبار او تم توثيق انه فيه اتنين ناس شخصين يعني انقرحوا في المفقار نفس الشكل بتغير هنا two people are reported to have been injured in the explosion نفس الشكل ولكن الفرمة مختلفة نقع على السكشن الاخير سكشن بي سكشن بي بتكلم عن بي سببوستو يفترض ان او مفترض ان sometimes it's supposed to equals it's said to احيانا سببوستو بتسوي said to زي؟ let's go and see that film تعالوا نحن نشوف الفيلم ده it's supposed to be very good يعني يقال النقويس it's supposed to be يعني مفروض النقويس هنا معنا يقال النقويس it's said to be very good why was he arrested؟ يعني هو اطابد علي لي he's supposed to have kicked the policeman يعني مفترض نضرب policeman اللي هنا يقال يعني he's said to have kicked the policeman ولكن but sometimes supposed to has different meaning احيانا لها معنى مختلف something is supposed to happen لما يكون حاجة supposed to happen it's planned arranged or expected متخطط لها مترتب لها او متوقعة often this is different from what really happens وغالبا بيكون مختلف عن اللي بحصل في الواقع المثال بيقول i'd better hurry يستحسن اصرع شوية it's nearly eight o'clock and i'm supposed to be meeting an at eight fifteen للساعة الوقتي تمانية وانا مفترض ان انا هقبل ان الساعة تمانية وربا يعني يستحسن ان انا قبلها في الوقت ده متوقع مني ان ننفذ المقابلة على المعدة يعني i have arranged to meet an i said i would meet her رتبتل ده المثال التاني بيقول the train was supposed to arrive at 11.30 but it was an hour late كان الاطر مفروض يوصل الساعة 11.30 لكن وصل بعد ساعة the train was expected to arrive at 11.30 according to the time table وكان الاطر ده متوقع ان يوصل 11.30 طبقا للجدول بتاع الزمن فsupposed to هنا معناها ان الحاجة دي متخطط لها زي ما قلنا مترتب لها ومتوقع انها تحصل بالشكل ده موعيد الاطر غالبا ما بتخلفش you were supposed to clean the window why didn't you do it انت كان مفترض تمسح الشباك ما مسحتوش ليه احنا كان متفقين على كده كان في بيننا كلام you're not supposed to do something لما يكون انت not supposed to do something it's not allowed or advisable for you to do it يعني مش نصيحة ومش صحة انك تعملها ما رشح لكش ان انت تعملها ازاي you're not supposed to park your car here انت مش مفترض تركنا العربية بتاعتك هنا من صحكش بدا it's private parking only يعني دي منطقة ركن خاصة مش بتاعت اي حد Mr.Bone is much better after his illness يعني سيد بون دلوقتي كويس بعد العية او التعب اللي كان فيه but it's still not supposed to do any heavy work لكن هو مفترض انه ما عملش اي جهد كبير او شغل قوي not supposed here يعني not advisable مش منصوح بدا مش صح ما يستحسنش his doctor have advised him not to كنصيحة اللي انا شايفه في سببوستون المعنى كله مرتبط بمعناها يعني فيك الاستخدام مرتبط بالمعنى هنا بشكل واضحة ومجرد ما تعرف ان معنى مفترض احنا بغض النظر يعني كعرب بشكل عام المعنى عندنا فعلا بيبقى ثابت على ده وما بيبص كتير لو انت خدتوا بمعنى مفترض ان تلاقي كل المعانى اللي هو استخدمها في السكشن ده انت هتقدر تحققها بسهولة او بدون صعوبات وما اعتقدش ان انت هتعمل فيها مشاكل درس النهاردة خلص محتاج منك مراجعة لو حسيت ان هو تشرح لحد ما بسرعة شوية تقدر طبعا توقف الفيديو وتعيد الجزء اللي احنا شرحناه مرة واثنين وثلاثة مع الوقت هتفهمه واتلاقي الاكسرسايز بتاع الدرس ده تحت في مع حل اكسرسايز الدرس اللي فات هتها حل عليها شوف الاجابة بتاعتك اطلع كويسة او لا مع الوقت اكتشف ان الموضوع بقى سهل ولكن استخدمو ارجمة نانسي قنقر ارجمة نانسي قنقر بإستخدام نانسي قرارب اشتركوا في القناة اخرى لقاء مستخدم حتى اعرفوا بطاقات تتكلموا